السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم بهاء هنكمل مع بعض وهنبدأ كريهة البروجيكت بتاعنا طبعاً هنبدأ بكريهة طبعاً لازم يكون عندك زي ما قلنا النود نازل عشان هنزل دلوقتي ما رأيك تأب طبعاً أنا هنزل تمبريت جاهز المفروض انت لو انت عايز تبدأ تستخدمه تبدأ تستخدمه وتكمل عليه بدل ما تقعد تبنيه طبعاً بس أنا برضو هوريكم ازاي تبني اصلاً الابليكيشن ده يعني هوريكم ازاي تبني القلب ده بنفسكو بس لو انت اصلاً تعرف وهتحتمد على القلب ده خلاص ممكن تفاوة الدرس اللي هيبقى جيدة هو ازاي اعمل ستارتر تنبيدت ليه ابدأ بيه في مشاريعي وهنبدأ نشرحه واحدة واحدة تمام؟ الحاجة اللي احنا هتلاقى هتلاقى هو ابليك أصل لكل الناس يعني هي اسمها ARDaps React Blocked Chain Starter Kit تمام؟ طبعاً هي هتلاقى هنا الحساب بتاع احساب بتاع ARDaps تمام؟ وهتلاقى علي طبعاً هو ده فورك من الاكاونت عندي فتمام يعني؟ كل ان انت محتاجه ان انت هتعمل download تمام؟ هينزل لك هنا كده ماشي تمام؟ خلونا خلونا اعمل ايه؟ ماشي خلونا برضا وريكو احنا ده ده المشروع نزل هون تمام؟ ده المشروع نزل نزل في download انا ممكن انا بس عشان انا هنا ماشي ده المشروع بتاعنا احنا هنسميه او مش هنسمي دلوقتي خلونا وريكو وريكو حاجة طبعاً انا داخل عايزين المشروع ده بس هنشغله بس خلونا نشغله بقى بالطريقة للمنظمة لو انت مثلاً نزلت الاكاونت ده او برضو هعرفك البسيطة ازاي تعمل اكاونت يعني احنا عملت اكاونت على جيت هاب فانت عايز سحور توكوب بتاعك هنا عشان تحفظه برضا تمام؟ طب نعمل ايه؟ هنمشي بالطريقة التقلادية ده برنامج اسمه جيت هاب ديسك توب تمام؟ ده بتنزله يعني تقدر طبعاً تكتب بالكود بس انا شايف ده اخر يعني انت عايزة هتنزل البرنامج ده عندك اسمه جيت هاب ديسك توب ده بتنزله عندك عشان نقدر نرفع بيها الجيت هاب طبعاً اللي مش عارف الجيت هاب هو ايه بقى هذا موضوع تاني يعني ده حاجة يعني اللي مش عارف هو حاجة بنحفظها كوب بتاعنا وما بنعمل تحديث بنحط فيه اهو ديسك توب او اكتب جيت هاب ديسك توب بيطلع لك وبنهوكد بتنزله شغاله وينجزه لعماك وتقدر تنزله عنه وتشتغل به زي ما احنا نتعمل دلو طيب هيبدأ الاول خطوة احنا عملنا دولود يا بهاء عملنا دولود لايه؟ طبعاً ايه كل حاجات على الشي ماشي ده الصور اللي احنا نستخدمها اه تمام احنا عملنا دولود لا ده في الدولود تمام ده الدولود اهو عملنا دولود للستارتر كت اللي انت عايزنا نستخدمه طيب هنعمل ايه بقى اه اول حاجة احنا خلوني اطلع من الاكونت ده عشان ندخل بحسابي ايه كوت ايوان هطلع عشان هعمل بعد كده فكول من الاكونت ده ماشي فبدأ برضو اللي انت هتعملوه اول ما تنسلو ببرنامج انا اصلا عملت كوت مش هعملت لو جاوت ماشي ما عشي بقى هنروح هنا أباوت عشان بس نقدر ده من نجده ده بريفرينسز تمام اهو انا كده عامل من الحسابي انا الشخصي فاني هعمل صالي ايه سأقوم بإمكاني ساين أوت ساين أوت تمام أهو كنتينوز براوزر تمام أنا مش عايز بقى نفوق مشكلة إن أنا مش عايز أفتح حد ماشي خلونا هو ده طبعا عشان بريف هو الأساسي طيب أنا خلونا أعمل لوج أوت من هنا ساين أوت ودخل أفتح حساب هنا اللي هو اللي ساين أوت طبعا عندك جيت هب تروح تمنع الحساب لو أنت معندكش حساب وهعمل أرداب ساهوت تمام بقى موجود هنا هوت تمام ومفتوح هروح أعمل ثاني ساين نعمل دي كانسل نروح نعمل بريفرنسز الحاجات دي مهمة والله يعني إنك تربط وتعمل كمية أكاونتات رهيبة تمام وصورة ديسك توب وبن جيت هب ديسك توب تمام طبعا كل حاجات دي حاجات قديمة مدهش علاقة بال عشان نتأكد بس أن انت نخدم بنانواح سعب بريفرنسز وهنا دخل مني أردابس تمام حلو قوي كده ماشي خلونا بقى أعمل كريك هير كانسل خلونا نروح لك بيت هب وعمل لوق اوت من هنا تاني عشان ما يتعبش نيش ماشي تمام سيبه بقى عشان نشتغل هنا بس ماشي كده البرنامج ده مربوط بحسابة طيب أنا عايز بقى أبدأ أشتغل مستسيد هروح نعمل كريك نيويوري بولستر ماشي هتسمي ده كده انت بتعمل عندك على الجهاز ده كده لنغدوة على الجهاز ما روشوا علاقة بالكود انا هعمل دلوقتي هنا ده هيبقى اسمه AnimalsNFTARDappsCourse اردابس وخلاص تمام كتبنا كده وهنا description اتعا تكتبوه مهم طبعا عشان لو انت هتسيب الحاجة دي بابل لك الناس تشوفها this is NFT Marketplace for أو with NFT أو animal خلاه is animal NFT Marketplace with react react and solidity مش مهم يا ده كده ليا بقول لك انت هتحفظه فين بص يا سيد انا عايز احفظه انا عايز احفظ ده خلونا انا كنت عامل كنت عامل هنا حاجة اسمها code صح كنت عامل هنا حاجة اسمها code ده طبعا انت بشوف تحطه فين بس خلونا اقول لك حاجة خلونا اعمل هنا folder ونسميه get hub او ar daps جيت تمام هنا اهو في الاساس وهقول له open هو حطه له هنا هقول له create تمام نقول له push عشان يبدأ هنا بقى يبدأ اتواصل مع الحساب ده هاي هقول لك animals NFT ar daps تمام خلونا نزود كلمة market bliss ماركت طبعا ايه انت تقدر تسمي بالشرط او تقدر تسمي اول حرف capital بوش طبعا انا عامله private keep this private لان انا مش عايز ال code يظهر لحد لما يخلص عادي بقى ماشي تمام احنا روحنا هنا المفروض لو روحنا نفتح بقى الحساب بتاعنا ده your repository تمام هتلاقيه هو اتكاريت لك هوا تودينيه تمام ماشي يا seed طيب دوات انا عايز اعملي بقى اللي انا هقول لك عليه دوات هتعمله ان احنا بقى عايزين نفوق كده ماشي ده 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 الحاجات اللي جواه هوا عايزين ناخدها ماشي ممكن نحزف او هنا بنعدل البتاع ده ماشي هناخد ده كده ctrl c ونروح نحطه في الفولدر بتاعنا اللي هو كان موجود هنا a r daps جيت واستنى خلونا نسحب بقى هنا احطه خليه في الاول كده عشان اقدر اوصله وادخل جواه واقول له ايه ctrl c تمام تمام لو روحنا ماشي نروح بقى ايه تمام ده كده المفروض اتعمل بصوا انا عايز مثلا انا عملت تحديثات اهو بقى ان انا عملت تحديثات واجبت ملفات انا عايز بقى الحاجات ده نرفعها انا هقول له هنا بتكتب بقى comment ده اول نقطة فانا هقول له start استنى بقى واحدة هو ده جايب لده update معلش عشان يكلم على حساب القديق فدي هتبقى نسمى start point ده comment انا بكتبه النفس ان ده هنcomment ده اول حاجة push origin بيرفع هؤل حاجات تمام اول ما يخلص هنعمل refresh هنا تمام هو كده خلص تمام المفروض ده الوقت هنعمل refresh هنا لقى لكل حاجة موجودة ودي الكلام اللي مكتوب هنا ده اول حاجة هنبالعدله بقى مش فكرة ده مشروعنا كأنه بتاعنا الوحدين اسمه market place تمام نروح بقى نفتحه ازاي نفتحه في الex food طبعا نعمل open image wall نقفل ده بقى ونعمل كده ونشغل اعزين نشغل البتاع وقال كده نبقى نشرحه وتشوف هو معمول ازاي انا اول حاجة اول ما تنزل اي حاجة من دي بتروح تفتح انا اصلا هو بص انا كتب لك الخطوات الى اروح هلا يكتب لك الخطوات بعد كده open folder 之後 again open terminal then run nbm install سيبدأ يضع node module ماشي طبعا ده شغال برئات فانت لازم خلنا كده روح نفتح رئات الشاب برضه وارجيكو بس كده كده اصلا هنشوفها المرة الجاية ازاي بنسابة اصلها برئات من الصفر وبنحط فيها ترفل وجناش والجو ده ماشي اللي فاهم ما ممكن ما نشوفش الفيديو جداي فين البتاع تمام هو طبعا بيبلد المودلز والحاجات اللي انا حاطتها اللي هو 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 بيعمل هو بيعمل بإنسان الحاجات دي كل اللي انا حاطتها في حاجة يتطرف الولود سريع طبعا ممكن تكون في حاجات من الضف عادي ممكن وجود ستراب وحاجات انت بتاخدها ماشي تمام انا لوقت عايز بقى تأكد ايوه ده جيت اجنوره هو تحطه برضه اما يديك الارضة تحطه عشان ما يرفعش نود موديول تمام لان ده ملف بيبقى كبير اما حد بينزل بيعمل اللي ستور فيه بقى موجود فانت بتعمل ملف اسم جيت اجنور وبتقول له حط له في النود موديول ارفع كل حاجة مع النود تمام عايزين نشغل بقى المشروع عشان نشوفه كده مبي ام ستارت طب انت تمام هنرن ونشوف بقى المشروع المفروض دلوقتي ان شاء الله يشتغل بتمام وديو ليلت ونظر ناشي بدأ يفتحه لجهوت خلنا نصغر الشاشة دي شوية عشان ايه مشروع اللي انت هتشوفه باختصار وببساطة هو شبه مشروع ريكت عادي بس في اللي جو بتاعنا في انا كاتب جملة بتقدر توصل لها ولو ضغطت هنا هيفتح لك اللي هو بصيب بتاعك تمام تمام ده باختصار ان هو المشروع هو كلهم كل اللي في الموضوع مشروع ريكت حطت فيه ترافل وحطت البلد بتاعي يبقى لو انا جيت مسلا ده مشروع ترافل وفيه ده المايجريشن هو لو انا جيتش نقفل كنترول سي وقلت له ان انت يا سيد ترافل مايجريت تعمل لي مايجريت تشوفوا هيروحي مايجريت هيحط الفولدر هنا طبعا الحركة دي احنا مفروضت على منها من الاساسيات طبعا لازم جناش يبقى مفتوح لان انا رابط الموضوع بجناش هو طبعا بيفيتش تمام اهوت خلوه يخلص الجناش هو لازم يبقى مفتوح عشان ايه هو انا رابط الاربي سي دي مش هو كومبايل اه هو عمل خلنا بس بما يخلص عشان نتاكد من كل استطاب بتاعي المشروع ده نزبط تمام دلوقتي انا عملت ايه دلوقتي فيه اه سوري في البابلك انا حطي الطفق اللي هو البابلك هتلاقي فيه ملف اسمه ايه بايز وعمل لنا ايه طبعا عشان الحركة دي برضو اكيد طبعا انتو عارفين ان انا بروح هنا وبقول له يا سيدي ان انت عندك كنتراكت بالداريكتوري هتخطهولي في الحتة دي تمام؟ وبتحط هنا بعد المكاوفة ايه حتها وانا اقايل له هنا ان انت نتوارك بتاعتك الجناش ده اللوكال هوست والده البورت بتاعها وعلى ايه سوري البورت وده انتواري انتوارك فعشان نروح يشتغل مع جناش لو روحنا هنا في البلوكس هتلاقي اتنين بلوك هم يتعاملك والكونزيكشن هم موجودين والكونتراكت كريشن والكونتراكت كوله ماشي؟ فده باختصار تبدأ بقى يعني تقدر بقى نبدأ الدزاين من هنا من ملفات السورس طبعا انا شرح الحاجات دي هتلاحها كتير او شرحها الاكت فيها تلاحي دروس على اليوتيوب على القناة بتاعتي برضه بتشرح الحاجات دي الناس اللي معندهاش ايه معلمة معرفة خالص بس كل اللي انت بتقع يعني هنا الاب.js ده هو اللي انا اعمل فيه لو انا هنا روحت مثلا اغيرت دي الفريلانسر فور ارابس هو ده براكراف وده صورة هي اللوجو مدخلينها منبرج بينها هي في البابلت فايشتة يعني او لا ما عارف نقص الفولدر هيك عامل هايبر لينك ويمستخدم كلاس الليرت بتاع ده لو خلينا دينجر مثلا ده بتاع بوتستراب خلنا نجيب لي كده هتلاول حاجات اتغيرت نعمل كده طبعا انا مش مشغل اصلا خدوا انا قفلت فلازم نروح نشغل بقى اي ام بي ام ستارت ده الامر اللي بيشغل ايه راكت تمام هيشغله هيشغل ده تاني يعني ماشي خلاص ده في ايه تمام هيروح اعمل هنا رفلشة هوت وتستقدر بقى نبدأ نكتب طبعا ايه اعز بقى شوات تصبيت عشان الحتة دي ولا انا اصلا اللي فاتح تبقى غلط لا اعز استدامه ببود كبير فانت ممكن ايه يعني اي ام كان بقى نبدأ بقى نزبط من هنا هو ده ده البراجراف تقدر تشيله خالص هيتشال ماشي هوت تبقى الصورة عايز شيل الصورة شيلها عند لاش مشكلة وهنا نبدأ بقى نشيل وهنا نبدأ بقى نشيل انتظروني المحاضرة الجاية واللي خلونا استنوا خلونا صح نعملها على البيض الأول عشان نبقى عملنا حاجة انا هشيل كل ده تبقى بيضة حلوة كده وهيعمل بس هنا ايه اتش one سوري اهو وهكتب بس ايه ولكم تو انف تي انيمال ماركت بليس طبعا هو هيطلع لنا هنا تمام بس لو جينا هنا مثلا لو انت عايش تستخدم ايه هنشوف بقى ازا نستخدم الاكواد بتاعت بوتستراب وخلافه تقدر تعمل زرارة او اي حاجة خلاص كده احنا كده نبدأ نبدأ من الصفر من البوينت اللي ده الدرس الجاي الدرس الجاي زي ما احنا عارفين هيبقى ان انت ان انا ازا يعمل قالب زي ده النفس من الصفر من انستور اكت من الحاجات دي ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تظهرون محاضر الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته